الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبائنا أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم التقليد قسمان القسم الأول التقليد النابع من العقل وعليه طريقة العقلاء وبه أمر الشرع المقدس أجمالا وهو التقليد في القضايا العلمية التي لها قوانين تنطبق على عامة الناس كالتقليد في الأحكام الفقهية التقليد في الطب التقليد في علوم الهندسة التقليد في علوم الكمبيوتر وشتى العلوم هذا تقليد عقلي عقلائي شرعي إجمالا وعلى هذا التقليد طريقة جميع العقلاء بلا استثناء كلامنا في هذا اليوم ليس عن هذا القسم من التقليد القسم الثاني من التقليد التقليد غير النابع من العقل ولا الذي عليه طريقة العقلاء ولم يأمر به الشرع المقدس التقليد الذي يسمى بالتقليد الأعمى هذا التقليد هو شيء سيء أم حسن لعله يتصور أنه هذا النوع من التقليد تقليد سيء قطعا لا هذا النوع من التقليد التقليد الأعمى التقليد غير النابع من الضوابط العقلية ولا الطريقة العقلائية ولا الذي أمر به الشرع المقدس هذا النوع من التقليد له مرحلتان المرحلة الأولى مرحلة ليست سيئة بل حسنة المرحلة الثانية مرحلة سيئة بل سيئة جدا بل فاجعة مصيبة المرحلة الأولى من التقليد الأعمى التقليد بدون أن تكون هناك قواعد عامة تنطبق على عامة الناس فأنت تقلد الخبير لا التقليد في الأمور التي للناس خصوصيات فيها للمجتمعات خصوصيات فيها للأمم خصوصيات فيها هذا النوع من التقليد التقليد الأعمى المرحلة الأولى من هذا التقليد هو التقليد الفطري الفطري يعني ماذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذا التقليد في فطرة الإنسان يعني أداة مصنوعة في الإنسان من المصنع تطبيق مصنعي هذه المرحلة من التقليد فورتها كما يقولون من بداية السنة الثانية من عمر الطفل إلى نهاية السنة السادسة من عمر الطفل هذا التقليد شيء حسن أحسن من الحسن إحدى أهم أسس تنمية الطفل عقليا تنمية الطفل فكريا تنمية الطفل عمليا هذا النوع من التقليد الطفل من دون معرفة حدود الطرف الآخر يقلت الطرف الآخر ماذا صنع هو يصنع مثله في أمور ليست لها قوانين تنطبق على عامة الناس لا في أمور فيها خصوصيات خصوصيات شخصية خصوصيات مجتمعية يقلت يرى الطرف الآخر ماذا يصنع هو يصنع مثله هذا التقليد الفطري نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان ماذا يصنع ليست ليست سيئة بل حسنة بل هي ضرورة لنمو الإنسان في تلك المرحلة ولذا صناعة أسوة عملية هذه أفضل وأكثر الطرق تأثيرا في تربية الطفل الذي يربي الطفل سواء كان أبا أما مربي أي شخص أفضل طريقة لتربية الطفل وتنمية الطفل حتى عقليا صناعة أسوة لأن الطفل يقلد إذا ضربت الطفل الطفل يتعلم أن يضرب الآخرين إذا صرخت بوجه الطفل الطفل يقلد يصرخ بوجه الآخرين إذا تعاملت مع الطفل تعاملا أخلاقيا الطفل يقلد يتعامل مع الآخرين تعاملا أخلاقيا هذه المرحلة فورتها إلى نهاية السنة السادسة من عمر الطفل ثم المفترض أن تبدأ هذه الحالة من التقليد الأعمى التقليد بدون ضوابط المفترض أن تبدأ هذه الحالة بالضعف لماذا؟ لأن الطفل بعد هذه المرحلة يبدأ هو يخطط يتعلم الظوابط يبدأ يصنع لنفسه ضوابط قوانين فالمفترض فالمفترض به أن هذه الحالة تضعف فيه هذا التقليد الأعمى يضعف فيه ويضعف 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 إلى أن ينعدم كليا المفترض هكذا أن ينعدم كليا في الواحدة والعشرين من عمر الشاب يقال أنه بين الرابع عشرة إلى الواحدة والعشرين هذا النوع من التقليد يعتبر شيئا سيئا ولكن إلى حد ما طبيعي سيئ ولكن طبيعي بعد الواحدة والعشرين تبدأ المرحلة الثانية من التقليد الأعمى الذي يبلغ هذا العمر ولا زال يقل تقليدا أعمى تقليد أعمى يعني ماذا يعني تقليد في أمور تحكمها الخصوصيات الشخصية الاجتماعية الأممية بعد الواحدة والعشرين تبدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة الفاجعة في الإنسان المرحلة المصيبة في الإنسان الطرف الآخر ماذا صنع هو يصنع مثله في قضية خاضعة لضوابط عم لا في قضية فيها خصوصيات لذاك الشخص أو تلك الأمة أو ذلك المجتمع أقبح وأسوأ مصاديق هذا التقليد الأعمى هو التقليد الأعمى في الدين كما صنعه فلان رأى أم كافرة تعظم ملوكها بطريقة معينة جاء بهذه الطريقة إلى عبادات المسلمين وما شاء عليه أتباعه لماذا أولئك يصنعون شيء من خصوصياتهم خصوصيات كفار بعض الأمثلة يستقبح الإنسان أن يذكرها ولكن بعض الأمثلة بليغة جدا توصل المعنى إلى أدق التفاصيل يقال هذا الشيء مكتوب في بعض الكتب يقال أن شخصا رأى رجلا كبير السين لحية بيضاء في الحمامات العامة التي كانت سابقا يريد أن يغتسل فيقول عفوا رجل بلحية بيضاء يقول أغتسل غسل الحيض قربة الله تعالى هذا موجود في بعض الكتب مكتوب شخص قال له هذا الشيء لا ينطبق عليك ما هذه النية أنت أعلم أم أمي أنا كنت طفلا صغير أمي كانت تأخذني إلى تلك الحمامات العامة فكانت هكذا تغتسل أن من ذاك اليوم سبعين سنة ثمانين سنة هكذا أغتسل من دون معرفة ضوابط ذلك الشخص ربما ذلك الشخص يصنع شيئا صحيحا ولكن هذا الشيء الصحيح يخضع لضوابطه لا ينطبق عليك هذا الشيء يأتي به إلى الدين ينطبق عليك ينطبق عليك ينطبق عليك ينطبق عليك كذلك الله ربي مستحق بعد قراءة سورة التوحيد الإنسان يقول كذلك الله ربي بعد ذلك ذهب إلى مكان آخر في وقت آخر الإمام إمام الجماعة قرأ بعد سورة الحم سورة الماعون لعله مثلا قال هذه الكلمة كذلك والعياذ بالله هذا كفر بعد سورة الماعون تقول كذلك الله ربي هذا كفر هناك توحيد هناك كفر الآية الأخيرة من سورة الماعون لا تتحدث عن الله عز وجل هذا نوع من التقليد الأعمى رغم أنه من أقبح الأشياء في الدين وغير الدين طبعا في الدين قبيح جدا إلا أنه للأسف أن هذا الخطأ شائع جدا أي ما شعوع في المجتمعات البشرية هذا الشيء فاجعة موجودة يعني لا يمر يوم إلا وملايين ملايين من المصادق من مصادق التقليد الأعمى هو أمشي هكذا أنا أمشي هكذا في أمور علمية لها قوانينها لا هذا شيء صحيح لا في أمور ليست لها ضوابط تنطبق على عامة الناس في أمور فيها خصوصيات يقلد لا أقصد الواحدة والعشرين من العمور إلى حد ما هذا مقبول لا أقول مقبول طبيعي لا بعد ذلك رجال نساء كبار دول حكومات أنظمة مقلدة مع اختلاف في المجتمع بين مجتمع ومجتمع مجتمع يقلد أمة تقلد أشخاص يقلدون حكومات تقلد طبعا كلما كان الحجم أكبر الفاجعة أكبر في بلد من بلاد المسلمين كتاب يطبع لعله سنويا أو في كل سنتين ثلاث سنوات مرة من قبل جهات حكومية في ذلك البلد كتاب القانون الجزائي كتاب ضخم لعله أكثر من 1500 صفحة ضخم في هذا الكتاب عامة القوانين الجزائية العمل فلاني له جريمة كذائية في مقابله سيجن في مقابل العمل كذائي كذا القوانين الجزائية في بداية الكتاب مكتوب أن هذه القوانين الجزائية مأخوذة مأخوذة من القانون الفرنسي الكذائي مع بعض التعديلات تقليد أعمى تقليد أعمى على هذا المستوى والإذا بصريح العبارة مكتوب هناك الشخص الذي يتزوج دون الواحدة والعشرين هذا مجرم للجهة القضائية أن تسجن هذا الشخص لمدة إلى حد سنتين أو تغرمه غرامة مالية كبيرة في أمة الإسلام في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حث أيما حث على الزواج المبكر إلى دون الواحدة والعشرين أنت مجرم طبعا قانون مأخوذ من القانون الفرنسي مجتمعك مثل المجتمع الفرنسي تتبعه أمتك هي الأمة الفرنسية الأمة الفرنسية أمة شاطر منها ملاحدة شاطر منها نصارى المسلمون قلة في فرنسا نسبة قليلة كنسبة العدد لعله كبير كنسبة قليلة لماذا تتبعين التقليد الأعمى على هذا المستوى في مستويات مختلفة مستويات شخصية أشخاص يقلدون تقليد أعمى أو مجتمعية مجتمع يقلد مجتمعا أو أمم أمة تقلد أمة أنا لا أقبل أن أقلد مؤمنا صالحا تقيا ورعا في الأمور التي تخضع لخصوصيات شخصية لا أقلده أحبه أقبل يده أصلي خلفه ولكن يلزم أن أقلده في الأمور التي تخضع لخصوصيات هو يلبس ملبسا معي أنا يلزم أن ألبس هذا الملبس لا حتى لو كنت أحبه حتى لو كنت أعظمه أقلده في طعامه لا هو يأكل طعاما مفيدا أنا أأكل طعاما مفيدا آخر لا أريد أن أقلده لماذا أقلده هو عزيز علي هو محترم عندي هو مرجع تقليد فليكن أقبل يده وقبل رجله ولكن يلزم أن أتبعه وقلده في خصوصيات لا لماذا تقلده في خصوصيات قضايا له خصوصيات فيها ولي خصوصياتي لأنه هكذا يمشي أنا يلزم أن أمشي هكذا لا والعجيب البعض يقلد فسقه وهو يعلم أنهم فسقه يقلد كفارا وهو يعلم أنهم كفار يقلدهم في الملبس لمجرد أنه لبس هذا الملبس في قصة الشعر في طريقة الماشي في حركات أنا لا أتكلم عن الفئة بين الرابع عشر من العمر إلى الواحدة والعشرين وإن كان هذا خطأ في هذه الفئة ولكن خطأ طبيعي لا أكبر من هذا المستوى لأن الشخص الفلاني تحرك هكذا حركة أو أصدر هكذا حركة من نفسه هذا الشخص يصدر هذا الحركة بأي مناسبة لماذا تكون ذيلا لكافر لفاسق مجتمعه يختلف عن مجتمعك أنت تقبل أن تلبس ملابس الأسكتلنديين في الكويت تلبس تنورة الأسكتلنديين يلبسون التنانير ملبسهم قلت لك ملبسك لا يتبعه في الملبس لماذا نستقبح أن رجلا في الكويت مثلا في قطر في العراق مثلا يلبس تنانير لماذا نستقبح هذا ما يصنعه بعض الرجال لا يلبس النورة يلبس ملبس آخر اتباعا لذاك تصنعه النساء المرأة الفلانية لبست هذا الملبس هي تلبس اقتداءا تقليدا لها استضعاف النفس استحقار النفس الشخص يرى نفسه دونيا دائما يرى نفسه ذيلا حتى في القضايا التي لها خصوصيات مجتمع له خصوصياته والأدهى من ذلك التقليد في أمور محرمة شرعا عندنا ذاك شخص كافر يصنع فيلم يلعى فيلم موسيقى موسيقى محرمة هذا مؤمن يصنع فيلم دينيا يجعل فيلم الديني موسيقى محرمة ذاك ظوابطه تختلف عن ظوابطك ذاك الموسيقى عنده ليس حراما أصلا في ثقافته لعله في دينه لم يرتكب شيئا خطا أنت هذا الشيء محرم عليك مرأة كافرة تخرج كاشف أجزاء من جسمها هذه مرأة مسلمة تلبس نفس الملابس تخرج نفس هيئة فلانا صنعت هكذا شيء فلانا ظوابطها مختلفة عنك فلانا لعله في دينها أي شيء كان ربما هذه الحركة ليست محرمة أنت في دينك محرم هذا الشيء في ليلة القادر تندم وتبكي ما أن تنتهي ليلة القادر ترجع كما كانت هالنفسية لماذا وهي تلك تلك الكافرة صنعت شيئا حسن بعض الأشياء لا أحب أن أذكرها أشياء قبيحة جدا 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 قبيحة أصلا لعله ذكرها له آثار سيئة ولكن يضطر الإنسان أحيانا أن يذكر دراسات ليست دراسة واحدة بحوث علمية عديدة ربما بالعشرات عندهم أن عفوا أقول هذا ما يصرحون به أن المرأة أن نظر الرجل إلى المرأة نظر جنسي محض ليس نظر رجل معين إلى امرأة معينة نظر الرجال إلى النساء هذا وضعهم طبعا عندما تخرج المرأة كاشفة أجزاء من مفاتنها تتبدل إلى هذه السلعة الرخيصة الدانية الدنية تتبدل إلى جنس فقط هذا ما يصرحون يا أخي الآن أدخل في محركات البحث أبحث عشرات الدراسات عشرات البحوث العلمية عشرات أنا رأيت بعضها كثيرة المرأة عندهم شيء فقط وفقط للجنس يعني تبدلت المرأة إلى شيء دون إلى أقدر الأشياء المرأة المحترمة شاطر من البشر وأنت تقلدين تلك المرأة التي تبدلت إلى هذا ما يقولونه ويصرحون به أشياء ثانية يذكرون لا أريد أن أذكرها هذه الطريقة العوجاء التي هم يشتكون منها أنت تقلدينها تقلد الإسلام احترمك كرمك عظمك إنسان وقورة لك احترامك تتبدلين إلى هذا الحالة الحالة الدنيئة هذا البشر المرأة تتبدل إلى شيء بهذه الدرجة من الرخص من الابتذال لأنها لأنها هكذا خرجت من دون فهم ضوابطهم أصلا كيانهم وهم أساسا يفرحون ويفتخرون بهذه الطريقة هذا محل فخر أن تتبدل المرأة إلى هذا الشيء الرخيص في كل النظرات هكذا يقولون هكذا يقولون يصرحون في كل النظرات هي مجرد شيء لإشباع الجنس فقط وفقط المرأة هذه تقليد أعمى بدون حدود بدون ضوابط أنت الأعلى وتنزل إلى هذا المستوى الهابط فقط وفقط تقليدا وفي المقابل هناك نماذج كثيرة البعض شغل الفكر بدل أن يتبع هذا وذاك يقلد هذا وذاك في الأمور التي لها خصوصياتها عطلة الصيف لعله في أكثر دول العالم تكون في الصيف العطلة الكبيرة للطلبة عادة تكون في الصيف بعض البلاد الباردة صيفها صيف معتدل جدا فكروا لماذا نعطل في الصيف الدراسة في الصيف جدا سهلة أكثر العالم يعطل في الصيف هل يعطل أنا عندي الشتاء شتاء قاتل درجة البرودة تصل إلى قريب الثلاثين تحت الصيف بدأوا يعطلون العطلة الكبيرة للطلبة في فترة الشتاء تفكير في الطريق الصحيح في الطريق الصحيح إلى أي حد هذا صحيح غير صحيح ذلك موضوع ثاني لأن الناس يمشون الناس وضعهم وضعه آخر أنت وضعك وضعه آخر بعض البلاد بعض بلاد المسلمين أيضا الباردة جدا يعطلون في فترة الشتاء العطلة الطويلة للطلبة في فترة الشتاء شتاءهم بارد شتاءهم مؤذي قاتل متعب صيفهم ليس متعب الخلاصة التقليد في الأمور التي لها ضوابط قواعد تنطبق على عامة الناس شيء صحيح ضمن ضوابطه طبعا التقليد الأعمى في بداية طفولة الطفل ليست خطاء إذا بلغت الرابع عشرة تكون خطاء إذا تجاوزت الواحدة والعشرين من عمر الشخص تكون فاجعة وللأسف الجديد هذه الفاجعة منتشر أي منتشر وأحد الأسباب الإنحطاط النفسي إن شخص يرى نفسه ذيلا أو المجتمع يرى نفسه ذيلا أو الأمة ترى نفسها ذيلا ثالثا شغل هذا كن أنت في كل شيء يتبع خصوصياتك في كل شيء لا يخضع القانون عام تحرك حسب وضعك الخاص خصوصياتك الشخصية خصوصيات مجتمعك خصوصيات أمتك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذا الباب إذا فتح لا يعلم أين يسعد كلامنا خلاعا كلمات المعصومة عليهم الصلاة والسلام اسمحوا لدقائق أقرأ لكم رواية شريفة فيما يرتبط بهذه الآية المباركة في أحد أهم أبعاد دلالة هذه الآية الآية لها مصادق كثيرة هذه من أهم مصادقها في تفسير الأمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال قال علي بن الحسين صلى الله عليهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عباد الله اتبعوا أخي ووصي علي بن أبي طالب اللهم صلى على محمد وعلى محمد بأمر الله تعالى ولا تكونوا كالذين اتخذوا أربابا من دون الله اعرف الآيات التي تتحدث عن اتخاذ الأرباب من دون الله هم أين يقولونها والنبي صلى الله عليه وآله أين قالها ذاك اتخاذ الأرباب من دون الله لا التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا تكونوا كالذين اتخذوا أربابا من دون الله لأن الله أمر ولا تكونوا كالذين اتخذوا أربابا من دون الله تقليدا لجهال آبائهم الكآبائهم الكافرين بالله فإن المقلد دينه ممن لا يعلم دين الله يقلد ممن لا يعلم دين الله يبوء بغضب من الله ويكون من أسراء إبليس لعنه الله وعلموا أن الله عز وجل جعل أخي علي أفضل زينة عترتي اللهم صلى على محمد وعلم محمد فقال الله النبي صلى الله عليه وعليه يقول فقال الله من والاه وصافاه ووال أولياءه وعاد أعداءه جعلته من أفضل زينة جناتي الله وعلى صلى الله وعلى 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 أنت المؤمن زينة الجنة بسبب اتباعك لأمير المؤمنين صلى الله عليه جعلته من أفضل زينة جناتي ومن أشرف أوليائي وخلصائي ومن أدمن محبتنا أهل البيت هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله ومن أدمن محبتنا أهل البيت أو أهل البيت فتح الله عز وجل له من الجنة الجنة كم بواب عندها ثمانية أبواب فتح الله عز وجل له من الجنة ثمانية أبوابها اللهم صلى الله محمد وآله محمد وأباحه جميعها يدخل مما شاء منها وكل كم هذه الكلمة جميلة وكل أبواب الجنان تناديه كل بواب يقول تعالى ادخل مني وكل أبواب الجنان تناديه يا ولي الله ألم هذا سؤال طلب ألم تدخلني ألم تخصني من بيننا إذا دخلت مني أنا أفتخر أقول هذا المؤمن دخل مني إلى الجنة ألم تدخلني ألم تخصني من بيننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الدنيا من أتباع محمد وآل محمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا خدمتهم واتباعهم في الدنيا ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد